بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بحضراتكم مع كورس الإدارة المالية الرشيدة على قناة STC سالمون تريدينج شانل ومع الحلقة الخامسة من هذا الكورس عنوان الحلقة ما هو السر في تحقيق أرباح عالية على الرغم من تدني مبلغ التداول قلنا في المحاضرة السابقة أن بعض المضاربين يحققون عوائد ربح مرتفعة جدا على الرغم من تدني نسبة العمليات الرابحة من مجموع العمليات المبرمة الكلية ويكمن السر وراء ذلك في حرصهم الشديد على محاصرة الخسائر في حدود ضيقة جدا لا يمكن تعديها وهو ما قد يعني الدخول في عدد كبير من العمليات الخاسرة كنتيجة مباشرة لإصرارهم على الاشتراك في الأسواق فقط بعمليات ذات مخاطرة صغيرة واحتمال عائدها مرتفع أو المضاربة بمبالغ صغيرة من مجموع رأس مالهم أي الإقدام فقط على أغذي مخاطرات محسوبة بدقة مسبقا وإذا كان هناك قاسم مشترك أعظم فيما بين المضاربين الناجحين فهو حسن إدارة عمليات التداول وإقدامهم على تطبيق خطة عمل جيدة في جميع الأوقات فكل عملية مربحة بمنطقهم ليست بالضرورة جيدة والعكس صحيح ليست كل عملية جيدة تكون مربحة وعلى ذلك فإن كبار الخبراء في التداول يعتبرون أن الالتزام بحزم باتباع خطة التداول معينة تم وضعها بعناية هو نجاح في حد ذاته بغض النظر عن ربحية العملية وهذا هو ما تمليه وتوجبه وتحتمه وتفرضه النظرة البعيدة للأمور أما المتداولين قصار النظر عشاق الربحة السريع فيبتغون تحقيق الأرباح في كل عملية حتى لو تطلب ذلك الضرب بعرض الحائط جميع القواعد الاستثمارية الصحيحة والسليمة التي تأكدت مصداقيتها وصلاحيتها لذلك فإننا نؤكد على أن عدم الالتزام بالخطط الاستثمارية الموضوعة بعناية بعد دراسة عميقة ومتأنية هو بحد ذاته التخطيط للفشل بعينه في حالة عدم الالتزام بهذه الخطة لذلك ينبغي إذن التخطيط للعمليات الاستثمارية بجدية والالتزام بحزم بهذه الخطط ووضعها قيد التنفيذ وعدم الحياد عنها نهائي وهناك مبدأ آخر تفرضه الإدارة الجيدة الرشيدة ألا وهو عدم التورط في المضاربات الثأرية فعندما تلاطمك الخسارة قم بتصفيت مراكذك وانصرف عن السوق لفترة تستريح فيها نفسيا وتهدأ أعصابك ويصفو ذهنك فالخسائر تولد خسائر إلا أننا في الواقع نجد أنه من الصعب على الكثيرين اتخاذ قرار الخروج من السوق بعد توالي الخسائر عليهم وعند إذن تشتد رغبتهم في الثأر وعند إذن يقعون في مهالك الخسارة لذلك نقول أن النجاح في السوق يتطلب ضبطا للنفس وتطبيق نظام صارم للتداول واتباع سلوك سوي في التعامل أو قاتل محن فالتداول الثأري ربما وأكيد سوف يعرض صاحبه للهلاك إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم إلى أن نلتقل في الحلقة القادمة يكون خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني